السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير مع إشراقة شمس هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 للهجرة الموافق الثالث من إبريل 2024 هذا اليوم لا يمكن أبدا مشاهدة الشمس على الإطلاق فالسحاب من جميع الجهات شرقا وغربا وجنوبا وشمالا ومن كل الجهات والسماء مهيئة لهطول الأمطار طيب ماذا عن ليلة البارحة أنا قلت في فيديو ليلة البارحة بأنني أشعر بأن البارحة كانت لم تكن ليلة القدر والله أعلم طيب ماذا عن الرؤى التي تقول بأنها ليلة الثالث والعشرين لعل هذه الرؤى تتعلق بهذه الليلة التي هي الآن أو هذه الليلة تعد ليلة الثالث والعشرين عند من صاموا بعدنا نحن صمنا يوم الاثنين هما صاموا يوم الثلاثان وعليه فقد يكون ليلة الثالث والعشرين هذه الليلة بالنسبة لمن صام بعدنا هي بالنسبة لنا ليلة الرابع والعشرين وهي زوجية لكن بالنسبة لمن صاموا بعدنا تعتبر ليلة وثرية ولذلك أقول احرصوا تماما على هذه الليلة طيب هل يعني ذلك أن الرؤية عندنا غير صحيحة لا بل الرؤية عندنا صحيحة مئة بالمئة وتأكدت بذلك بنفسي لكن اختلاف المطالع عندنا تمت رؤية الهلال عند غيرنا لم يروه ولم يظهر بل يستحيل رؤيته بسبب كروية الأرض وعليه إن شاء الله فإن هذه الليلة تكون هي الأرجح بأن تكون ليلة القدر والله أعلم سوف نتحرى ليلتها وأيضا شروق الشمسها وإن كنت أعتقد أن الأجواء والطقس سوف يطمس علينا رؤية الشمس أو شعة الشمس وعليه إن شاء الله بإذن الله تعالى أقول أن العلامات التي تظهر لي سنويا في الليل يعني هناك علامات قبلية وهناك علامات بعدية العلامة البعدية هي الشروق الشعة الشمس فقط أما العلامات القبلية فهي كثيرة وسبق أن تحدثت عنها في فيديو كامل في القناة لذلك إن شاء الله بإذن الله تعالى أحثكم وأحث نفسي على الحرص في هذه الليلة لعلها تكون بإذن الله تعالى ليلة القدر وذلك حسب الرؤى المتواترة والله أعلم وأحكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم